حرشة شيشة أرطبة غير بيضة واحدة كدهي رائع جدا في المداق بسم الله على بركاته للمكونات عندي بيضة واحدة نضيف لها القليل من الملح هنا كما تلاحظوا عندي أقل من نصف كأس من سكر سنيدة نعبر معكم بالملعقة عندي ثلاث ملاعق كبيرة من سكر سنيدة مازال سنضيف إضافة أخرى تعطيها حلاوة ومداق رائع جدا نخلط مزيان بواسطة الطراب اليدوي نضيف هنا نصف كأس من الزيت النباتي وستمر في المزج المكونات كاملة بواسطة الطراب اليدوي حتى تنسى جملة عناصر كلها نضيف ملعقة كبيرة من المربى أنا استعملت هذا المربى منزلي ديال المشماش ممكن تاخده اللي كيكون سائل ديال الحلويات أو هذا اللي كيكون عاقد كتصفي وقدروا ملعقة كبيرة نخلط كل شيء مزيان كنضيف هنا يا علبة من الياغورت الطبيعي من السوس وزن 110 جرام كنضيف العلبة كاملة كيخليها الحرشة كتبقى حشيشة ورطبة الأطول مدة كتجي ممتازة بهذه المكونات هادو نخلط جيدا كتنسموها باش ما بغيتو إما بسكر فانيلا أو قشور الحامض أو القشور ديال البرتقال أنا غدا نضيف لها هنا قشرة ديال ليمونة حامضة نحكى في الجيهة لكتكون رقيقة وكنخلط كل شيء مزيان عندي سميدة رقيقة هنا غادي نضيف معاكم الكاس اللول سميدة الرقيقة الخاصة بالبغرير والحرشة الكاس اللول كتكون مغربلة القياسات غادي تلقاها بالجرام في صندوق الوصف نضيف هنا الكاس الثاني من السميدة وكنخلط وغادي نحيط طراب ديال يد ونكمل باليد ديالي وسمع معايا النصائح اللي غادي نذكر لكم بالنسبة لخاليتة ديالها هنا عندي هذا الكاس الثالث كاس اللاروب فقط ديال سميدة رقيقة معا عشرة جرام من الخميرة ديال الحلوة كناخد كيس ديال سبعة جرام كنضيف ليه نصف ملعقة صغيرة من الخميرة هي اللي كتعدلي عشرة جرام يعني كتديروا تقربا كيس اربعة ديال الخميرة يعني ما تديروش جوج خمارات يكونوا كتير بزاف هنا عندي نصف كاس ديال الحليب هذه كتبقى اضافة اختيارية ممكن تديروها ممكن ما تديروهاش في حالة ما بغيتوش تديروها كتخليوا لخاليتها ككسائل يعني هذك المكونات ديال السميدة مع ذلك الاناصر وكتشكلوها مباشرة انا كنضيف ليها هنا اما اربع كاس او نصف كاس ديال الحليب وكنخليها سائلة ونخليها كتشرب مدة ديال عشرة دقيقة تقريبا باش غدين في الندها هنا عندي سميدة رقيقة اللي درس في الداخل ديال الحرشة وشوية ديال سميد الغليد وشوية ديال الكوك اللي هو جوز الهند خلطهم كاملين بتلاتة سميد الرقيق والسميد الغليد والكوك لاحظوا معي الحرشة كتتشرب بكل سهولة يعني خليوها عشرة دقيقة لقيتوها مازال ما شرباتش خليوها كتشرب واحد خمسة دقيقة اخرى مهم باش تقدروا انكم تشكلوها ممكن تدهنوا الاصابع ديالكم بشوية الماء وكتحطوها في هذا المزيز ديال المكونات اللي اذكر لكم كنكوروها نديروا شوية ديال خالط في باطن اليد وكنشكلها كويرة ما نكبروهم مش حيث كي تنفخو في الفران بزاف بالنسبة للاخوات اللي بغاوا يديروا جوش ديال الخمارة سراح ممكن تديروا المجموعة 14 جرام كنت كنديرها ب 14 جرام كتجي شوية كثيرة ممكن تديروا غير خمارة ونصف او خمارة اوربا كما اذكر لكم هو السر ديالها انها تبقى هكا الخليط ديالها خفيف هذا هو السر ديالها ماشي السر في الخميرة السر في المكونات والخليط كيفاش غادي يكون كنشكل كويرة ما نكترهش الكيمية شميجي وشكبار كناخد طعوة فيها ورق صلفغيزي وكنحط الكويرة ديالي بشكل متباعد في هات الاتناء او خلق الفران سخنته جيدا سنسخنه واحد لعشرة دقيق لفترة اللي فاش سنشكل الكويرة سيكون سخون جيدا ما عندها الفران كي شعله التحت والفوق ما عندها كي شعله غير التحت ممكن انا سنطيبها غير التحت والفران سخون بمجرد ما ندخل الطاوة سنجد نار متوسطة ستبالي انها بدأت تشقق وبدأت تتحمر من تحت ومجرد كنطلعها شوية لفوق لا يمكن ان تشعلها شوية لكي تتحمر اللي عندها الفوق والتحت لا يحتاج انها تضعها في الوسط وتتخليها كالطيب لا تخرج الكثير ورطبة ومعلكة ممتازة الكيمياء تعطينا تقريبا 13 او 14 قطعه لاحظوا معي الشكل والقوام كيف يكون رطبة بزاف ومدق الحمض رائع جدا